الافكار المختلفة للبلس والمينس في الفريكشنز. لما بيكون عندي ميسنج نمبر يعني ايه ميسنج نمبر يعني بقيت المسألة مش موجود مش الايكوال مش الرزلت هو اللي مش موجود. ده جزء من المسألة نفسه مش موجود يبقى ده كده اسمه ميسنج نمبر. بعمل ايه في الميسنج نمبر? اسهل طريقة ان انا اقول اي بلس او مينس في الميسنج نمبر بتتقلب مينس او بتفضل مينس ما عادة حالة واحدة بس. يعني هنا. four over seven minus what equal one over seven. يبقى ده ميسنج نمبر. بالمينس يبقى حنخليها زي ما هي. four over seven minus one over seven equal. الدينوميناتر equal هما الاثنين سيفن يبقى زي ما هو. four minus one equal three. بنحط هنا three over seven. طيب. هنا بلس missing number. يبقى ححولها ديركتي للمينس. eight over nine. minus four over nine. طبعا البيج ماينس اللي سمقول اكيد مش هقول four over nine minus eight over nine. equal. الدينوميناتر are equal ينزل زي ما هو. و eight minus four equal four يبقى كتب هنا four over nine. عايز اتأكد حالي صحة ولا غلط هخبي الرزلت واقول الدينوميناتر حينزل زي ما هو. four plus four equal eight. يبقى النامبر اللي انا جبته ده صح. طيب هنا برضو plus. والميسنج نمبر مش ده. تاني واحد. برضو حتتقلب له ماينس. طيب اقول ايه ماينس ايه. مش احنا قلنا ان الone ده any number divided itself equal one. يبقى ححوله على حسب المسألة. لو هنا five هخلي five over five. لو هنا seven هخلي seven over seven. طيب هنا five. يبقى حخلي الone ده five over five minus three over five equal. الفايف في الدينوميناتر زي ما هي. وبالنسبة للنوميناتر. الفايف minus three equal two. يبقى ححط هنا. اما ايه الحالة الوحيدة اللي باشتغلها بلاس. في المسنج نامبرز. لما تكون ماينس. والتو نامبرز اللي موجودين عندي. نير قريبين من بعض. فرق بينهم بس الايكول. دي الحالة الوحيدة اللي في المسنج نامبر باشتغلها بلاس. لما تكون ماينس. والتو نامبرز نير. بينهم بس علامة الايكول. يعني لكن لو كانت لما كانت هنا ماينس. والنامبر ده هو اللي موجود. والرزلت بعيد. فار عن بعد. هنسيبهم ماينس. لكن هنا نير بينهم بس علامة الايكول والبيج نامبر هو اللي مش موجود اللي هو بيبقى قبل الماينس. دي الحالة الوحيدة اللي هشتغلها بلاس. هقول. five over eight. بلاس one over four. هينفع عمل لها بلاس والدي نوميناتر بتاعهم مش ايكول. يبقى يا اما هخلي ال eight four. يا اما هخلي ال four eight. طب لو حاولت اخلي ال eight four يبقى حعمل divide two. طب ال five ينفع عمل لها divide two. مش هينفع. يبقى خلي ال four eight. هخلي ال four eight ازاي هعمل لها multiply by two. يبقى هحاول كمان النوميناتر انه هو اعمله multiply by two. يبقى ال one over four دي. هتبقى two over eight. plus five over eight. equal seven over eight. يبقى seven over eight. minus five over eight equal one over four. اللي هي ايه ال one over four دي. اللي هي two over eight. طيب. اتكلمنا في ال equal fractions ان احنا كنا بنقول thirty over fifty equal what over five equal what over forty. وكنا بنقول الففتي مسلا بقت five ازاي. هي زادت ولا قلت هي قلت. يبقى انا عملت divide. عملت divide by ten. equal five. يبقى فوق كمان هعمل divide ten. يبقى thirty divided ten equal three. حاجة من ال اتنين. احنا قلنا لو هخبي ده. زي ما كنا بنتكلم قبل كده. قلنا هخبي اللي في النص وحقول الففتي بقت forty ازاي. مش هينفع. فانا حسيب اللي في النص في الحالة اللي زي دي. واقول الفايف بقت forty ازاي. عملت multiply by eight. يبقى فوق كمان هعمل multiply by eight. three times eight equal twenty four. هنا في الحالة دي ما 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 قرنتش اول فراكشنز بالاخير. اول فراكشنز بالاخير قارنت اللي في النص. زيبته زي ما هو. طيب لو هنا three بقت nine ازاي. عملت لها multiply by three. يبقى تاون كمان في الدينوميناتر هعمل divided three. seven times three equal twenty one. طيب هقول التوينتي ون بقت thirty five ازاي? مش هينفع. ما فيش منهم بينهم اي multiplication مشترك. يبقى هخبي ده. واقول السيفن بقت thirty five ازاي? عملت لها multiply by five. يبقى هعمل كمان multiply by five. احنا اتفقنا زي ما بعمل في النوميناتر بعمل في الدينوميناتر. يبقى three times five equal fifteen. يبقى fifteen over thirty five. فعلى حسب النامبرز اللي موجودة عندي. لو بينفع تاني نمبر يتحول لتالت نمبر هسيبه زي ما هو زي هنا. لكن لو مش بينفع بخبيه وقارن بين اول واخر واحد. هنا two over four equal six over what? two بقت six ازاي? عملت multiply by three. يبقى four كمان multiply by three. طيب ينفع اقول السيكس بقت twelve ازاي? يس. لو عملت لها multiply by two. خلاص في الحالة دي انا مش محتاجة اخبي الفراكشن اللي في النص واقول التو بقت twelve ازاي? السيكس بقت twelve ازاي? عملت multiply by two. يبقى في الدينوميناتر كمان هعمل multiply by two زي ما عملت في النوميناتر. في النوميناتر. يبقى twelve divided two equal twenty four. يبقى two over four equal six over twelve equal twelve over twenty four.